قالت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوثة الأمريكية موس هوكسين عاد إلى إسرائيل بعد لقائه عددا من المسؤولين اللبنانيين واشتمع مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قبل عودتهم من بيروت التقى مسؤولين اللبنانيين وأكد أن من المهم العمل على إنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل ديبلوماسيا وبسرعة بعد التصعيد المتواصل منذ أكثر من ثمانية أشهر على وقع الحرب في غزة وقال أكسين إنه أجرى مع رئيس الحكومة حكومة تسير الأعمال اللبنانية مباحثات وصفها بالممتازة مؤكدا أن الجهود مستمرة لإيجاد حل ديبلوماسي أجريت محادثات ممتازة مع رئيس الوزراء لطالما أجرينا محادثات جيدة وهذا وقت خطير ولحظة حريجة نحن نعمل معا في محاولة لإيجاد سبل للتوصل إلى آلية نمنع بها مزيدا من التصعيد وينضم لنا مباشرة من بيروت مراسلنا خلدون زين الدين مساء الخير خلدون ما هي حصيلة رقاءات المفد الأمريكي في لبنان مساء النور بداية من تل أبيب إلى بيروت فتل أبيب هذا المسار الذي اتبعه المفد الأمريكي آموس فوكستين يبدو حتى الآن أنه لم يؤدي إلى المبتغى الأمريكي تحديدا لم تظهر النتائج بشكل واضح كل ما علم عن هذه الجولة أن آموس فوكستين سدد على عدم الانتقال نحو حرب واسعة لا تريدها الإدارة الأمريكية حاليا لماذا الجولة الآن؟ الجولة الآن أتت بعد التصعيد الأخير الذي حصل في الميدان إسرائيل تهاجم في العمق اللبناني حزب الله يستخدم المسيرات والطائرات الانقضاضية كذلك كان هناك تطور لافت جدا ومهم جدا ميدانيا تمثل بمقطع فيديو نشره حزب الله تحتسم الهدهد وفيه نشر صور لمنطقة شمال إسرائيل المكشوفة وصولا حتى البوارج الإسرائيلية والمنطقة الشمال المكشوفة بالكامل هذه التطورات الميدانية المتسارعة دفعت الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإفاد أموستوكستين نحو المنطقة لضبط التصعيد الحاصل لا يمكن لإسرائيل الذهاب نحو مواجهة من دون تغطية أمريكية من دون ضوء أخضر أمريكي ولكن خوف الأمريكي الحقيقي من تفلط الأمور من عقالها كما يقال الأهم أن الأجواء بعد زيارة أموستوكستين القصيرة إلى بيروت لم تؤشر إلى وجود تفاؤل معين إنما هذه المرحلة بقيت ضمن الأسس التي أتى سابقا إلى بيروت لأجل هواية التقسم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي عدم الذهاب بالتطورات الميدانية نحو حرب واسعة المرحلة الثانية هي التفاوض على القرار 17-01 القرار الدولي 17-01 المرحلة الثالثة التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية هو انتشار الجيش الأمريكي على الحدود مع إسرائيل هذه النقاط الثلاثة التي يؤكد عليها الموفد الأمريكي أموستوكستين هي المحور ولكن الهدف الآن هو عدم سماح بتطور الأوضاع نحو حرب شاملة قد تقود إلى حرب إقليمية صحيح يعني لم تظهر النتائج بجكل واضح كما تقول لخلون زين الدين لكن ما المتوقع أو ماذا يتوقع رأي العام اللبناني الأوسط السياسية في لبنان من هذه الزيارة في الواقع رأي العام اللبناني الآن على وقع هذه التطورات يوما بيوم لا يمكن التنبؤ إلى أين ستذهب ولكن أصبح هناك نوع من قناعة لدى اللبنانيين بأن حزب الله لا يريد هذه الحرب لأن الداخل اللبناني ليس في صف الحزب تماما حزب الله لا يريد أن يتحمل مسؤولية اندلاع هذه الحرب التي قد تكون لها نتائج كارثية ودمار شامل على اللبنان لا يريد أن يتحملها في هذه الظروف إيران لا تريد هذه الحرب إسرائيل كذلك بسبب الموقف الأمريكي والضوء الأحمر الأمريكي حتى هذه اللحظة أمام إسرائيل لا تريد الذهاب بهذا الاتجاه إذن أرأيي العام قلق لا يخفي قلقهم مما يجري في الجنوب اللبناني ولكن في الوقت نفسه هناك ترقب حذر لهذه التطورات لأننا كل يوم نتابع غارة وهذه الغارة لم تعد مقيدة كما كانت قواعد الاشتباك في بداية المواجهات إنما أصبحت منفلشة جغرافيا يمكن إسرائيل أن تظرف في أي منطقة متى وجدت هناك هدفا متنقلا من خلال سيارة أو موقع معين أو غير ذلك ذكرت تسجيل الفيديو الذي بثه حزب الله بتزامن مع هذه الزيارة التي تأتي بهدف خفض تصعيد كما قلت حزب الله وجهه رسائل قوية من خلال هذا التسجيل بأن قدرات العسكرية ربما اختلفت عن السابق بشكل كبير كيف ينظر إلى هذه الرسائل وما الهدف منها؟ هذه الرسائل تأتي في سياق مفهوم كيف؟ هذا الفيديو المصور والذي هو عبارة عن تسعة دقائق وأحدة وثلاثين ثانية بيّن القدرات التي يمتلكها حزب الله فيما استلح الحزب تحاول تسويق هذه الخطوة على أنها في إطار سياسة الردع بوجه إسرائيل أننا نستطيع أن نطلب هذه الأهداف نستطيع أن نصل إلى هذه الأهداف وهذا على ذلك حل ذكره الإعلام الإسرائيلي بالتساؤل عن كيف استطاع حزب الله الوصول إلى هذه المناطق دون اعتراض سلاح الجو لهذا التدخل كيف استطاع تصوير هذه المناطق الحساسة؟ إذن هناك نوع من سياسة توازن ردع بين الجانبين بشكل أو بآخر هناك تطور نوعي حتى الأعمال الإسرائيلي يتحدث عنه في قدرات حزب الله على هذا الأصل صحيح يعني الحزب يرى أن محاولة الضغط على اللبنان يعني يجب أن تواجه برسائل يعني مقابلة تؤكد أن اللبنان ليس في وضعية يعني ضعيفة وتجعله ينحني للضغوط الخارجية تماما هذا لم يكن في أسابق كانت في أسابق قديما في السنوات القديمة كانت أي ضربة إسرائيلية إلى اللبنان هي بمثابة مزهى تستطيع إسرائيل أن تدرد تستطيع إسرائيل أن ربما تجتاح الحدود وغير ذلك أنه الآن أصبح هناك نوع من توازن للردع بمعنى أن هناك تطورات أصبحت يعني من خلال قبل عدد يعني أفقط حزب الله مسجرة إسرائيلية من خلال سلاح أرض جو هذا التطور أيضا يجب تطور نوعي استهداف المواقع الإسرائيلية تجمعات الإسرائيليين أرد أن يسجل الحزب ميدانيا وعسكريا كذلك باعتراف الإعلام الإسرائيلي بمكان معين هذه تعتبر قدرات نوعية بمكان معين ولكن القلق الحقيقي لدى حزب الله يتمثل بأنه لا يريد يتحمل مسؤولية دمار لبنان لأن لا قدرة للبنان ولا قدرة لحزب الله ولا قدرة للجيش اللبناني ولا قدرة للدولة اللبنانية بمواجهة الدمار الذي يمكن أن تحمله أي حرب موسع على لبنان لبنان بلد هش أمريا بلد هش اقتصاديا يعاني الكثير فكيف إذا حصلت أي حرب من هذا النوع لا يستطيع أي أخرى يعني هي رسالة يعني بالضبط يعني استمرارا لكلامك يعني هذه يفهم أن المواجهة القادمة من حيث الأدوات والوسائل حزب الله يريدها أن تكون مختلفة ويوجه رسائل بهذا الاتجاه وربما يعني هذا التغيير سيدر هذه الرسالة بمصالح إسرائيل لعلى المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري تماما هذه النقطة هي النقطة الأهم والنقطة أيضا المهمة في هذا المشهد أن أي حرب على لبنان لن تكون مقتصرة وفق المراقبين وفق التطورات لن تكون حرب مقتصرة على لبنان فقط إنما ستكون هناك حرب إقليمية يعني لم تكون هناك حرب فقط في منطقة الجنوب اللبناني قد تكون في الجولان قد تكون هناك تدخلات من العراق منطقة الخليج أيضا قد تكون حرب بمفهوم أشمل بمفهوم إقليم أكبر بمفهوم متعدد الجبهات هذا على أي حال هو ما تحقف عنه المفهد الأمريكي أموسوكستين لبنان ليس غزة بهذا المفهوم صحيح أن الدمار قد تكون شاملا في لبنان الدمار قد يدرب في عمق بيروت ويدمر بيروت الضاحة الجنوبية ومرافق الأردية الأجوال اللبنانية مكشوفة نوعا ما أمام الإسرائيليين وأمام الطائرات الإسرائيلية مهما لا تكون حزب الله من قدرات ولكن في الوقت حزب الله يحاول أن يثبت ويبين أنه بخلال دقائق قليلة يستطيع أن يطلق مئة الصواريخ نحو أهداف محددة وكل شيء واضح بالنسبة له أمامه وأصبحت التوازن كما كان في السابق بيروت ربط الأبيب هكذا أصبحت التوازنات نوعا ما ولكن في نهاية المطاف لا قدرة للبنان على تحاول هذا الحرب وحزب الله ليس ضمن بأحاضنة تماما هناك فرصية في الداخل اللبناني هناك قسالات حدث في الداخل اللبناني هناك أصوات كثيرة في الداخل اللبناني تحامل من الآن الحزب أي مسؤولية الحرب يمكن أن تحصل حزب الله لا يستطيع قرار الحرب والسلم هناك دول أن تحصل هذا القرار هناك العديد من المحاذير التي يتوقف عندها حزب الله قبل الذهاب أي خيارات قد حل الويل للبنان والشعب الذي أنه تحصل وضعت هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة وهذه التهديدات الإسرائيلية المستمرة أشكرك زيلا أشكر خلدون زيندين مراسلنا في بيروت على كل هذه التوضيحات ترجمة نانسي قنقر